اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يبدو انه التفائل هذية تراجع عليه سينوردين طبوبي كيف نشوفه الوضع الباعح ويبدو انه ما فهماش حوار وطني في الافق وعلا شاعدي وعلا في بلصتها في بلصتها مية في المية خلي نفهموا شنوه اللي صار ذكروا انه رئيس الجمهورية النهار الجمعة اللي فات استقبل رئيس الحكومة وزيرة العدل بعد همومة استقبل سينوردين طبوبي امين عام اتحاد الشغل عندها جمعة طبوبي بضب نهار الجمعة وخرج سينوردين طبوبي في تصريح نهار الجمعة العشية حكينا دي احنا كنهار اثنين الصباح وقال اللي هو متفائل وانه البلاد ماشية مش تلقى حلول والناس الكل فهمت انه فما الامور قاعدة تتقدم بعد كما حكينا في اول اسبوع توضح من الكلام اللي خرج من مع تتلميحات العديدين وتصريحات بعد ولا التصريحات معاش تلميحات انه رئيس الجمهورية ماشي في مسار متعخر طريق جديدة انه اولا موضوع الحكومة انسكروه الازمة الحكومية والتحوير الوزاري معانتها يتم تجاوزه من خلال حل رئيس الحكومة هشم مشيشي يغير الوزراء اللي هما مرفوضين واللي العدد متاعهم اربع و رئيس الجمهورية يحل حوار حول القضايا المهمة اللي هي قانون الانتخابي و معانتها تعديل النظام السياسي وهذا معانتها معانتها تعدد المعطيات ولكن تأكدها بشكل رسمي مثلا كيف نشوفه امين عام التيار ديمقراطي غازي الشواشي اللي خرج في ميديشو مش البارح ولت البارح خرج مع ابو بكر وقال رأوا امين عن اتحاد شول اخبرنا انه الرئيس ماشي في الاتجاه هذا بعده هو اللي يزيد اكد هذا هو اللقاء اللي صار بين رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين والبلاغ اللي خرج وهنا معانتها خلنا نحل القوس انه الناس ما فهمتش كيفش مش تقرأ المشهد هل انه تقرأ البلاغ اللي هو كان بلاغ ايجابي ويحط امور معانتها في اتجاه الحوار والكلمة اللي اعطاها رئيس الجمهورية في اول اللقاء واللي هي كانت كلمة حاد و فهم منها موقف من الحوار الوطني السابق ومن الناس اللي اشرفوا عليه الموقف هذا الاتحاد العام توصل لشغل ما قبلوش شفنا البيان الهيئة الادارية البيان الاتحاد عمل الهيئة الادارية وبيان الهيئة الادارية كان واضح في رفضه للكلام اللي تقال فرغم هذك الناس قاعد تشوف انه البيان ماشي ويتحسن ولكن معانتها البيان معانتها جاء بعد الحوار مع رؤساء الحكومات الكلمة جاءت في اللول لكن الاهم هو البيان اللي جاء بعد الحوار مع رؤساء الحكومات اللي يقول انه فتح حوار على تعديل القانون الانتخابي و معانتها تعديل على منظومة جديدة وإلا حاجة جديدة الحاجات اللي ممشيتش تعديل النظام السياسي يمكن تعديل الصلاحيات داخل الدستور وهذا كما نعرف يحتاج حوار بين الفعليين السياسيين بين الأحزاب السياسية بين الناس الممثلة في البرلمان بيش نوصلوله الخطاب اللي صار بلشا كلام هو على أساس انه معانتها نهار لربعة صار اتصال بين رئيس الجمهورية والأمين العام نوردين طبوبي فهم منه انه رئيس الجمهورية تراجع على الأقل على الجزء الأول متاع الاتفاق اللي يتعلق بالحكومة ورجع للموقف الأول انه رئيس الحكومة يقدم استقالته ولا حل غير الاستقالة هذا احنا تعاملنا معاها على انه يمكن صحيح يمكن غلط ولكن انت نشوفوا كلام سي نوردين طبوبي البارح اللي يوصل الى حد بيش تحلوها الازمة السياسية ما فهماش حل غير انه اعادة الامانة لأصحابها وهنا الناس فهمت طبعا للشعب وهنا الناس فهمت انه الذهاب الى انتخابات مبكرة قد تكون انتخابات تشريعية فقط ولكن قد تكون انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة بارح صار برش كلم خلنا نلفها موحاش طو في صورة اعادة الانتخابات يخي بيش تتبدل حاجة لا ما تبدل حاجة شي مشكل مش في الانتخابات مشكل في المنظومة هنا قناعة عندي شخصية انه ما تبدل حاجة شي وانه يلزم يصير الحوار لتصليح الهينات اللي موجودة بيش حتى كينعاودوا انتخابات النتائج متاعها ما تعطيش معتا نفس الاسباح ومبدلوا في نظام الانتخابات بغب البارح من الحاجات ايضا اللي تقالت خرج اخبار انا شفته في الشمسة فهم التصريح لامين العام المساعد الاتحاد الشغل كامال سعد اللي يقول انه الهيئة الادارية ذاهبة لسحب المبادرة متاع الاتحاد بقى نتصور انه من الحاجات الايجابية صارت البارح هو انه الهيئة الادارية ما مشيتش في هذا لم يتم سحب المبادرة متاع الاتحاد وببتالي المبادرة ما زالت مطروحة وهذا يعني انه للحظة هذه ما زال ما فهماش يأس مطلق من طرف الاتحاد في انه المفاهمة اللي صارت واللي يبدو معتها اللي يتحكي في المطبخ السياسي انه خروج نبيل القروي من السجن شوش على العملية هذه وانه فهم ايضا بعض الاطراف الداعمة لرئيس الجمهورية اللي ما هوش عاجبها بقاء هشام المشيشي استغلت خروج نبيل القروي باش تدفع في اتجاه البلوكاج هذية من عدم معتها اللي هم المواطن اياد في الحكاية هذية كلها انه احنا طالبين ود وقرض من عند الفهمي طبعا ذاك الناس نسيتوا ذاك نبيل فايدة عندي ما كانش الممور باشي صعابة علينا التوينسة كل وشنو المساج يباش نعديوه اليوم نحنا وقل يوم طالبين انه بعض الاستقرار يباش ناجم يعطيوك قرض يفهمينك شنو بشتعمل معتها لكن يبدو انه المساج اللي قاعد يتعده هاكسة ايه طب المساج صرتو انه ما انتناديو مساج متعتفائل ومبعد نتراجع ومبعد نعود ونحكي وكلام اخر هذية يزيد يعمق الانطباع عند الخارج بشكل عام وعند المؤسسات الدولية انه البلاد هذي فيها مشكلة متع استقرار انه معنى هما اكثر حاجة يلوجوا عليها هي على فترة طويلة وما يحبوا يعرفوا البلاد هذي اش بشتعمل عام عامين ثلاثة اش بشتعمل ياخي كي يلقاوا انه البلاد كل جمعة فيها فكرة جديدة وما ثم حتى فكرة توصل لبوتيس منتاها هذي طبعا باش يعقد العملية السياسية في البلاد انا باش نختم معتها بنقطة ايجابية نعتبر انه الخطاب معتها بيان الهيئة اليدرية رغم تنديده في اولو بموقف رئيس الجمهورية من الحوار الوطني السابق ولكن انه مسحبش المبادرة ومخليها ما زالت مطروحة هي النقطة تنجم تعطي امل انه النجم تجاوزوا الصعوبات هذي وانه في علاقة مع رئيس الجمهورية يتم ايجاد ارضية للتفاهم باش الازمة هذية نتجاوزوها باش نحلوا القضايا الاصعب اياد في 30 ثانية باش نفس الكاسلة جاوبني اي لا فقدتوا مع توضيح صغير باش نحاولوا قدر الامكان المواطن يسمع فينا يفهم به هل قادر رئيس الجمهورية انه يتعادل استفتاء مباشرة فيما يخص الدستور لا ظهر لي هاجر باش تحكي على الموضوع بعد ولكن انا نقول لكم انه وحده بدون المرور على المجلس دستوريا هذا غير ممكن هل فهم بوادر ايجابية فيما يخص علاقة هشام الشيشي برئيس الجمهورية اول اسبوع كنت فيما بوادر ايجابية اخر اسبوع البوادر الحالية مش طيبة في علاقة ما بين الاتحاد وحركة النهر كنا اسمعنا التصريح الخريني للامين العام للاتحاد نزل شوي البارح البارح وجاوبه خاصة في التصريح اللي كنا عادناها مع هاجر الجماعيالي اللي يقول فيه تونسة يخدم وكان ربع ساعة وانه وجاوبه وذا يدل انه العلاقة مهيش علاقة ودية في اللحظة مواضح دونك الامور مهيش واضحة مزيد احسن اجابة تلقاها عند مراد اوه على شاعد ويني